النهار ده هنتكلم عن مهارة زي ما كنا متعودين نتكلم عن المهارات الزواجية هنتكلم عن مهارة في غاية الأهمية بالنسبة للأزواج هقولكم حاجة لما تلاقي بيت البيت الناس فيه متفرقين والناس فيه والبيت مليان وهج وكده أعرف ان احنا مش قادرين ندير حاجة لما ربنا خلقنا بيها خلقنا بيها وكان بيبلغنا وبيعلمنا ان دي نعمة احنا عارفين ان ربنا خلقنا مختلفين مش نسخ من بعض وان الاختلاف ده كليه حكمة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنسة واجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا فالاختلاف يا سيدة مصدر للتنوع المفيد فهو نعمة من نعم ربنا فربنا خلق الذكر والأنسة وخلق للذكور صفات وسمات تميزهم وكذلك خلق للأنسة صفات وسمات تميزهم يعني مثلا الراجل عنده صفة عنده استعداد فطري لحماية المرأة والمرأة دائما تبحث عن الأمان صفات مميزة للمرأة وصفات وسمات مميزة للرجل فحدث بينهم التنوع اللي احنا عارفينه كلنا فالتنوع ما كانش مقتصر على اختلاف الجنس بس لكن كمان التنوع موجود في الجنس الواحد احنا نفسنا الرجالة مش زي بعضها والستات كمان مش زي بعضها فمش هتلاقي الرجالة مثلا كلهم شيء واحد لا هتلاقي الرجالة مختلفين مش كلهم شباب بعض ولا الستات شباب بعض فالدراسات بتقول أن الأنماط الشخصيات ممكن تنقسم للستاشر نمط زي شخصية المستشار والمعطاء والبطل وممكن كمان الأنماط دي تكون أكتر من كده بكتير جدا 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 لأن كل إنسان ليه بصمته المختلفة وشخصيته فهو مخلوق للبديع سبحانه وتعالى ولا شك أن معرفة نمط شريك الحياة ممكن تسهل التواصل وإدارة التنوع بين الزوجين واحد ممكن يقول لي إدارة التنوع اللي أنت بتكلم عنها دي حاجة عالية قوي لا خالص 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 إدارة التنوع دي يا سادة لو ما عرفناش أصغر حاجة ممكن تحصل في البيت ممكن تعمل حريقة لو بنختلف على الأكل لو بنختلف على مدارس الأولاد لو بنختلف على سادات قصد لو بنختلف على أي حاجة أي حاجة من دي ممكن تشعل البيت وإحنا عارفين أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدد من الزوجات 11 مرة وأنا بشوف أن كل زوجة من زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها نمط مختلف عن الزوجة الأخر فالسيدة خديجة هي الزوجة اللي كان بيغلب على حالها الزوجة الأم لكن هي بلا شك كان برضو الزوجة الحبيبة إزاي وهي بتتكلم عن حضرة النبي بتتكلم عن حبيبها وإزاي هي قلبها مليء بالحب لحضرة النبي بس بيغلب عليها الزوجة الأم أما السيدة عائشة فكان يغلب عليها الزوجة الأبنة والسيدة أمه سلمة كان بيغلب عليها الزوجة المستشارة وهكذا زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن إدارة التنوع من أهم فنون الزواج لأنه بيزيد التوافق ما بين الزوجين فالتنوع قيمة مضافة فحضرة النبي مثلا كان فيه تنوع بينه وبين السيدة عائشة حتى تجد دافت كلام لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي لما كان بيتكلم كان لأن تقول إلا حق لكن السيدة عائشة ممكن تتكلم بنفس طريقة الستات لدرجة أن حضرة النبي إيه اللي حاصل يقول لها أنه هو عارف طريقتها في الكلام يقول لها إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني صاختة إذا قلت لا يا ربي محمد كنت عني راضية وإذا قلت لا يا ربي إبراهيم كنت عني صاختة وكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عقب يقول لها أنا عارف التنوع اللي ما بين لغتي ولغتك أنا عارف التنوع اللي ما بين طريقتي للتعبير وطريقتك للتعبير لكن احنا عندنا تجارب مهمة جدا 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 كمان تأثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة التنوع زي مثلا النموذج بتاع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مع زوجته لما استطاع أنه يدير التنوع لذلك أتجد وهو قال كلام حلو قوي بيقول أقمت مع أمه صالح ثلاثين سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة فلما ماتت أم عبد الله زوجته سألوا ابنه كان يحزن عليها ويقول رحم الله أم عبد الله والله ما لبسنا عشرين سنة ما اختلفنا في شيء فقيل له سألوه إزاي عشرين سنة ما اختلفتوش فيقالونه كيف قال كنت إذا غضبت أرضيتها إبقى كانت إذا غضبت أرضيتها فلا تراني كنت إذا غضبت أرضتني فلا تراني غضبان يا سلام إيه الجمال ده يعني إذا غضب هي تروحت رضيه إلا وأرضتني وكنت إذا غضبت إذا غضبت مني أرضيتها إيه ده يعني إذا هو غضب هي ترضيه وإذا هي غضبت هو يرضيها فالحيا مشت بلا أي شقاق وشرائح القاضي قصته معروفة كمان مع زوجته زينب وأنا طبعا عندي عشرة مع شرائح القاضي شرائح القاضي كان رسالتي في الماجستير فبيقول لي امرأته زينب لما جيك جاوز في ليلة الزفاف رح تقال له ايه اني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فأتيه وما تكره فأجتنبه فسكته كانت عارفة ان التنوع أمر أساسي ولابد ان هو يدار فقالت له ايه قل لي اللي بتحبه فأعمله واللي بتكرهه فأتركه وكأنها بتقول له ايه ما تيجي ندير للتنوع اللي بيننا انا عارفة ان انا جاي من بيئة مختلفة عن بيئتك فتعالا ندير ده